موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة أحوال التقس المتوقعة لليلة اليوم وحالة التقس لصبيحة يوم غاد بحول الله نستهلها وكالعادة بدرجات الحرارة الدنيا والمتوقعة لهذه الليلة إذن تبقى دائما مستقرة أو مرتفعة نوعا ما في حدود 13 درجة على العاصمة ودواحيها 11 درجة على السواحل الغربية بوهران تلمسان ومستغانم بالسواحل الشرقية نسجل في حدود 10 درجات على سكيك دا عنبا وطرف 12 درجة على الجلفة البيض مشريا عاما وصولا حتى تيارت ونفس المقياس على ميلا سطيف أيضا بقسنطينا إذن على مرتفعة الأوراس نسجل في حدود 9 درجات هذا على خنشلت بسا وبتنا بالجنوب الكبير في حدود 13 درجة على الجنوب الغربي على تيندوف 16 درجة نسجلها إذن على منطقة السورة ببشار ونفس المقياس على الجنوب الشرقي على إليزي وأنامناس بشمال الصحراء في حدود 17 درجة على غردية ومنطقة الواحد 17 درجة أيضا بالصحراء الوسطى بأدرار تيميمون وعن سالح بمرتفعات الهوغار والتأسلي في حدود 18 درجة على تامن راست وجانيت و24 درجة بأقصى الجنوب الدزائري ببرج بجيمختار وأيضا بعنقزام عن الوضعية الجوية المتوقعة لسبحة يوم غاد بحول الله إذن ستبقى الأجواء مستقرة بحول الله هذا على كفة ولاية الوطن الأجواء سوف تكون ربيعية إذن لكن نبقى دائما نشهد دائما بعد السحب من النوع العالي والمتوسط على سواحل البحر الأبيض المتوسط إذن على السواحل الوسطى بالعاصمة وضواحيها وصولا حتى السواحل الغربية بوهرانت لمسان ومستغانم تمتد هذه السحب إذن لتصل حتى منطقة السورة والجنوب الغربي نفس الشيء بالنسبة لمرتفعات الهوغار والتأسلي لكن تبقى دائما سحب دون فعالية الصفاء سيخص إذن كل المرتفعات الداخلية الوسطى الشرقية والغربية وباقي المناطق الجنوبية دائما مع نشاط زوابع رملية بالسحراء الوسطى حتى على منطقة السورة ومرتفعات الهوغار والتأسلي ويعود ذلك إلى تأثير الرياح القوية بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى والمتوقعة لظهيرة الغد تبقى دائما مرتفعة في المعدل الفصلي في حدود 23 درجة هذا على العاصمة وضواحيها نفس المقياس على السواحل الغربية بوهران تلمسان ومستغانم بأقصى الشرق في حدود 21 درجة بسكيكدا عن نابا وطرف 25 درجة على الجلفة البيض مشريا عاما وصولا حتى تيارت 26 درجة بستيف قسانطينا وميلا وبمرتفعات الأوريس أقول في حدود 25 درجة بخنشلات بسا وبتنا بالمناطق الجنوبية أيضا درجات الحرارة سوف تكون مرتفعة في حدود 33 درجة بالجنوب الغربي على تندو 22 درجة هذا على منطقة السورة 31 درجة بغردايا ومنطقة الواحد 36 درجة بالسحراء الوسطى أدرار تيميمون وعين صالح بالجنوب الشرقي في حدود 32 درجة على إليزي وأناميناس 37 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسلي وكأعلى مقياس في حدود 40 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببرج بجي مختار وأيضا بعين الزام بالنسبة للملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر إذن سوف يكون هادئ هذا على طول الشارط الساحلي بفعل رياح سوف تكون جنوبية غربية قرباء الشواطئ الوسطى والغربية من شواطئ الجزائر العاصمة وصولا إلى شواطئ وهران وبني ساف سرعتها معتدلة نوعا ما ولن تتعدى 30 كم في الساعة إذن قرباء السواحل الشرقية إتجاه رياح سوف تختلف سوف تكون شمعية غربية من شواطئ بي جاية عن نبا إلى غاية شواطئ القالة تبقى دائما سرعتها معتدلة ولن تتعدى 30 كم في الساعة نختم ونشر الجوية إذن بالمعلومات الفلكية القطة بالجزائر العاصمة ودواحيها بشروق وغروب الشمس شروق الشمس بحول الله على السادسة وخمسة عشر دقيقة أما الغروف سوف يكون على السابعة واثنان وعشرون دقيقة بهذا نأتي إلى ختام نشر الجوية التي قدمناها لكم من قناتكم نوميديا شكرا لكم مشاهدين الكرامة لحسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة